موسيقى مرحبا بكم عزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج زيارة خاصة تنقلنا هذه المرة إلى دكار جئت إلى هنا إلى السينيغال لألتقي بسيدة نذرت حياتها لنشر الإسلام وتنشئت هؤلاء الأطفال على الدين الحنيف ولكنها لعبت أيضا أدوارا سياسية حيث قامت بوساطة مثلا بين السينيغال وإيران أو بين السينيغال والسودان يسعدني أن أستضيف في هذا البرنامج السيدة مريم براهيم نيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآل عبران على العالمين برية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة امران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الزكار كالأمسا إني سميتها مريم تيمنا بمريم في القرآن الكريم سماها والدها مريم وتيمنا بوالدها نذرت نفسها لنشر الإسلام وتعليم القرآن الكريم لأبناء إفريقيا مستندة إلى الطريقة الصوفية التجانية والدها هو العلامة الصوفية التجاني إبراهيم نياس والذي صار له أتباع ومردون في معظم دول إفريقيا وعدد من الدول العربية وصار ضريحه في السنغال مزارا للمؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدي لصراط المستقيم وصراط الذين لا نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطالي آمين بعد وفاة الشيخ إبراهيم نياس أكملت إبنته مريم طريقه الأفضل مما توقع وبدأنا لقاءنا بقصة هذا الوالد هل يعرفه العرب فعلا؟ يعرفون كثير لأن والدي هو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا هدانا الله الصلاة والسلام الله خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا أعطاهنا أمسك بغير حساب والدي معروف عالم العربي كله شيخ الإسلام شيخ حاج إبراهيم لأنه كان وضو تأسيس في رابط العالم الإسلام سبع الذي أسسوا رابطه كان على علاقة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يدام جاوز ذلك وكان ابنه لأنه من الأسود الذي قام بصلاة الجمعة في الأزر هو نفسه هو وحده لا يوجد غيره حتى الآن الأسود الوحيد الذي قام بصلاة الجمعة في أزر في جامع الأزر جمعه جمال عبد الناصر عندي صورة هنا سنراها بعد قليل وحضرتك تعرفت على الرئيس عبد الناصر مع الأسف أنا كنت سافر مع الوالد ولكن بعد ما توفى عبد الناصر أتيته معه سافر الأول للمصر نعم عندي ناري تازية أنا والوالد من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مروراً بجامع الأزهر وصولاً إلى الخليج كان لوالد الشيخ مريم نياس علاقة قوية بقادة العرب والمسلمين وقد لا يوجد إفريقي واحد أو حتى مغاربي لم يسمع باسم إبراهيم نياس وهو أمير منطقة كانو النيجري يأتي زائراً لضريح السياد التجانية هنا تماماً كما يأتي مريد موريتاني سينغالي يتعلم ثم يعلم عند الشيخ مر علي حقاً لبست أي تلبيس أشيخ تربية أم شيخ تدريسي فالشيخ إبراهيم هو مولود في طيب نياسين مكان سقوط رأسه هناك من والده الحاج عبد الله ووالدته السيدة عائشة ثربى في بيت علم وشرف وكرم وجاه ووالده جاهد الاستعمار الفرنسي ونفوه إلى غامبيا ورجع بعد ذلك واشتغل بتدريس العلوم الشرعية والفقه والتصوف هناك تربى الشيخ على يد والده ونهل من علومه ما لم ينهل أحد من تلاميته الذين كانوا يتوافدون عليه من جميع أخطار البلاد فكان الشيخ منذ هو يافع بان فيه أنه رجل سيكون له مستقبل زاهر وذلك ما نشاهده اليوم من نشر الطريقة في جميع أنحاء العالم ونشر الإسلام فالآن يدخلون الناس أفواجاً في الدين الإسلامي وفي الطريقة الجانية بفضل هذا الرجل المجاهد العظيم الذي سخر نفسه وسخر ماله وطاقته لإجوب العالم كله المولود في طيب النياسين تحت شجرة ذهب حتى بكين حتى الصين حتى بنجلاج حتى كل الأماكن يقول كراشي بها خلفت أهل مودتي هم نصروا دين النبي فعالة قد اعتصموا بالحبل حبل محمد رجالاً وأطفالاً نساً وكباراً اشتركوا في القناة